يعيش فترة المهدي كلها حياة كلها حروب متتالية حتى تنتهي بظهور المسيح الدجال يخرج لحربه بنفسه بعدما كان يبعث إليه الجنود من وراء سطار فإذا زهر المسيح الدجال نزل سيدنا عيسى بن مريم في صلاة الفجر في دمشق خلف المنارة يصلي خلف سيدنا الإمام المهدي صلاة الصبح عليه ثوب أصفر وكأنما خرج من ديماس أي من حمام شعره ناعم غير مجعد سيدنا عيسى بن مريم أبيض مشرب بحمراء ربع من القوم لا يميل إلى الطول ولا إلى القصر ولكن قوامه قوام فيه نوع جمال لا يعاب بقصر ولا يعاب بطول هذا هو معنى ربع مفتول العضلات قوي البدن عريض الصدر ينزل ويقام لصلاة الفجر في هذه اللحظة في دمشق ويكون إمام المسلمين في أدي الصلاة هو سيدنا الإمام المهدي فيلتفت سيدنا المهدي يجد سيدنا عيسى فيقدمه يقول لا إمامكم منكم هكذا هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم منهم فيصلي خلفه فإذا انتهى من الصلاة قدم له الراية وصار أحد وزرائه فينطلق سيدنا عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال عند باب لد عند باب لد أي مدينة اللد وهي معروفة بجوار القدس وينزل سيدنا عيسى في نفس سن رفعه لتفاوت الأزمنة لأنه لو مكث بزمن الأرض ألف سنة أو ألف وخمسمائة سنة أو أربع تلاف سنة حيث ينزل عندما يقدر الله فإن الألف سنة في الأرض تعدل دقيقة أو جزء من دقيقة في السماء الثانية لتفاوت اتساع السماوات وأزمان السماوات يوما عند ربك كألف سنة ويوم عند ربك كخمسين ألف سنة يتفاوت بتفاوت ساعة الأماكن ومراعاة فروق توقيت كل مكان وبالتالي مكسه في السماء الثانية بزمان السماء الثانية حوالي عدة دقائق وبالتالي لا يشعر أنه جاع أو أراد أن يدخل حمام أو غير ذلك وينزل بنفس سنه الذي رفع فيه لأنه لم يمر عليه الزمان إذا توقفت حركة الأفلاك توقف الزمان ومعلوم أن السماء الثانية لا أفلاك فيها ولا حركة في كواكب فيها لأن حركة الكواكب التي تجعل هناك زمان والزمان هو الذي يجعل الإنسان يشيب ويكبر لمرور الزمان ومعلوم أن السماء الدنيا هي المزينة بالكواكب وبالشموس والإقمار فالشمس حركة الشمس تعمل السنة وحركة القمر يعمل الشهر والغروب والشروق يعمل اليوم بحركة الأرض حول نفسها فإذا الزمان هو حركة حركة الفلك فإن لم يكن هناك أفلاك ولا حركة توقف الزمان فلا كبر ولا شيخوخة ولذا في الجنة لا أفلاك فلا زمان خلود ولا يكبر أحد ولا يمرد أحد ولا يتغير أحد فالذي يطرأ عليه التغير هو الذي يمر عليه الزمن وبالتالي سيدنا عيسى في مكان لا زمان فيه لأعدم وجود أفلاك فيه فهو انطلق إلى حيز لا تمر عليه لحظات ولكن حيز فيه نوع دوام وبالتالي لا يتغير فينزل سيدنا عيسى يفعل ما قلت ثم تقوم الحرب الكبيرة بينه وبين اليهود لأن النصارى إذا وجدوا سيدنا عيسى نزل مع المسلمين لا وجهة أن يظلوا على نصرانيتهم أو مسيحيتهم بل لا بد أن ينضموا له فيصير المسلمين ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وهو الرمز الذي يدعون فيه أنه صلب وهو ما صلب ثم يمكس بعد ذلك بعد حرب اليهود الذين يقتلوا تماما فإذا انتهك حال اليهود وقضي عليهم تماما يكون المسلمون قد أنهكوا في حروب عدة سنوات عشر سنوات أو أكثر منذ ظهور سيدنا المهدي إلى قتل إلى قتل المسيح بواسطة سيدنا عيسى بن مريم والمسيح الدجال بالحائي وليس المسيح كما هو مشهور عند العواب فيقال أيضا بالحائي المسيح الدجال أي الكذاب لأنه ممسوح العين أعور لأنه لا يرى إلا الدنيا ولا يعمل للآخرة فهو إمام شياطين الإنس كما أن إبليس إمام شياطين الجن ولذا يأتي الكفار ويقول ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن اللذين بالمسنة الإنس وهو المسيح الدجال والجن وهو إبليس وجند فيكون فرصة ليأجوج ومأجوج الخروج وهم أعداد كثيرة من بني آدم وأظن أنهم في الصين يكتحون الأرض ويعتبرونها فرصة حيث أن جند المسلمين أنهكوا من الحروب وهي فرصة لأن يكتحوا الأرض فسيدنا عيسى يأمر المسلمين بأن يسعدوا على الجبال ولا يواجهوا يأجوج ومأجوج لا قبل لكم بمواجهته حتى يشربوا بحير الطبري عن كاملها ويأكلوا كل زرع يمرون عليه وكل ما على الأرض يأكلونه كل ما يتحرك على الأرض يأكلونه من حشراته من حيوانه حتى الإنسان يأكلوا كل شيء من شتة جوعهم وكسرتهم وقلة ما عندهم مما يؤكل ثم يدعو سيدنا عيسى بن مريم ويجمع المسلمين في صلاة أن يخلص المسلمين من يأجوج ومأجوج فيبعث الله عليهم النغف وهو نوع وباء يصيبهم في رقابهم وينتهي بأن يموتوا بكثرة كثرة حتى تتجيّف الأرض وتتغيّر رائحة هواء الأرض من جيافهم فيسأل سيدنا عيسى بن مريم أن يخلص الأرض من أجسادهم فيبعث الله سبحانه وتعالى تيور تأخذ أجسادهم إلى حيث شاء الله ثم تمتر الأرض تمتر السماء على الأرض أربعين يوما متواصل وكأنها تغسل الأرض وتطهرها مما ترأ عليها ثم ينزل المسلمون ويعيشون في رخاء وفي ساعة فترة حياة سيدنا عيسى بن مريم التي يمكس فيها أربعين عاما ترجمة نانسي قنقر